جل في علا فأين حقوق الناس أين حقوق الزوجة أين حقوق الأهل فعندئذ إذا كان هكذا سيحاسب الإنسان وقد يكون عليه عذاب إذا أخذ من حق الناس وأعطى رب الناس فما بالك سلمك الله وبعضنا هدان الله يأخذوا من حق رب الناس ليعطيه الناس وأحيانا يأخذوا لنفسه هو كل الحقوق فيترك حق الرب وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الأهل والوالدين وحق الأولاد وحق التجار والمال ليعطي نفسه بذاتها كل الحقوق من أولها إلى آخرها ولذلك تعالوا سلمكم الله ننظر كيف ينبغي أن نعيش في حياتنا كيف ينبغي أن نعطي كل أحد في الدنيا حقه العامل الذي يعمل عندنا في بيتنا أو يعمل في محلنا هذا أيضا له حق أخي المبارك أكثر من هذا أكثر من هذا والله هذه الحيوانات التي تمشي بين شوارع المسلمين في مدننا وهذه الأشجار بل والأحجار كلها لها حق ويجب أن يراعى حق هذا كله يجب أن يراعى حق ذلك كله فيعطى حقه وافيا تاما كما أمر الله عز وجل ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار في هرة وفي امرأة أخرى والحديث أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن تلك البغي وتدري ما معنى بغي أي أنها شغلتها وظيفتها التي تأكل منها إنما هي الزنا والعياذ بالله ثم بعد ذلك أخذت وعاء ملأت خفها مما فسقته كلبا يلهث من الثرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها وفي بعض الألفاظ فشكر الله لها فأدخلها الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما لأنها أدت حق حيوان سلمك الله حيوان نعرفه جميعا بأنه كلب وأنتم كلكم أجلكم الله تدركون ما معنى كلب عندنا في شريعتنا وكيف أن الشريعة نهت أن يربى هذا الكلب في البيوت إلا في أحوال خاصة وكم ينقص من الأجور إذا وجدت هذه الكلاب في البيوت ومع ذلك لما أعطت كلبا حقه وسقته ماء وقد كان بحاجة إليه غفر الله لها وأدخل الجنة وهي بغي من بغايا بني إسرائيل إذن الحياة سلمك الله لابد فيها من حقوق وهذه الحقوق لابد أن تؤدى بشكل كامل دعني سلمك الله أعطيك كذا يعني نتيجة إذا فرطنا في بعض هذه الحقوق قبل أيام اتصلت واحدة من الأخوات ماذا تقول تقول عندنا مشكلة في أختي الصغيرة في البيت أختها في الثانوية إيش مشكلة الأخت هذه قالت والله بدأت قبل مدة نلحظ عليها أن تخفي مكالماتها وأنها كأنها يعني تكلم شبابا وهناك رسائل وتمحى الرسائل والجوال معها في كل أحوالها حتى يعني إنها إذا دخلت إلى دورة المياه أدخلت جوالها معها ما تريد أحد يطلع على جهازها الجوال مطلقا في كل الأحوال ولها مكالمات نشك في يعني من الطرف الآخر الذي يحدثها طيب لما هذا يا أختها قالت والله ما ندري هي تذهب إلى المدرسة ولعل بعض ملاتها أثروا عليها فحدث هذا منها السؤال البدهي جد هنا لكل أب ولكل أم ولكل أخ وأخت عندهم أمثال هؤلاء الشباب والبنات في البيوت كيف تعاملنا معهم أسأل هذه الأخت كيف تعامل الوالد مع ابنته هذه قالت والله الوالد يعني مثل ما يتعامل كل الرجال مثل الباقين كيف الباقين قالت والله يجي من العمل يذهب الصباح يرجع الظهر يطلب الغداء يجلس شوي يتصل عليه زميله ثم يذهب هو إياه يعود بعد صلاة العشاء يطلب عشاءه يجلس قليلا في البيت ثم يخرج هل هذا الأب جلس مع ابنته هذه يكلمها حادثها خرج هو وإياها مرة يتمشيان في الشارع يأخذ ما في خاطرها يسمع منها هل مرة تعشى هو وإياها قال والله يا بنتي يا حبيبتي اليوم أنا مفرغ نفسكي مفرغ نفسي لكي ففرغي نفسكي لي ماذا تريد يا أبي قال والله أبطلعنا وإياك نمشي نروح نتعشى سواء نأخذ كذا هل مرة جاء بهدية معه وهو عائل بيته لهذه المنت الصغيرة التي الآن تسمع كثير من خلال القنوات الفضائية من خلال الإنترنت من خلال الزميلات في المدرسة هل وهل وهل قالت لا والله يا شيخ ولا مجرد أنها تحلم حلم أن أبي يأخذها ويخرج بها أو يتعشى هو وإياها أو 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 انظر الآن لما قصر الأب وهذه عينة لها نماذج كثيرة جدا أخي في مجتمعاتنا لما قصر الأب الآن في حق ابنته لم يعطيها حقها الذي أوجبه الله عز وجل عليه تجاه هذه البنت لما قصر هنا ما الذي حصل البنت هنا حقها قد نقس فتريد أن تأخذ هذا الحق لها لم تجد الطريق الحلال لم تجد أبدا كلمة حانية لطيفة جيدة لم تجد أحدا يفرغ ما في نفسها من رغباتها لم تجد ما تجده كثير من البنات وللأسف الشديد من طريق الحرام والكلام مع الشباب فعندئذ انجرفت وانجرت وأصبحت تبحث عن من يعوضها من خلال هؤلاء الشباب من خلال هؤلاء الذئاب ما الذي جرى هنا إنما هو أخي فقط أننا لم نعطي هذا الإنسان حقه لم نعطي هذه البنت حقها في الحياة وكان الواجب هنا أن يبدأ الإنسان هذا الوالد فينظر ما عليه من الحقوق ثم بعد ذلك يوزي حقوقه على الناس مثال آخر قبل تقريبا أسبوعين مع أحد الأحبة في سيارته لما رن هاتف الجوال رد فبدأ بكلام جميل يعني بترحيب لا أحسن منه لما اتصل ذاك يسلم قال وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله بياكم اشتاقين لك وأبركها من ساعة وإن عنكم كذومة إن شوفك والله يا فلان ما تدري من قلبي يعني متشقق عليك وبدأ بالكلام ما شاء الله لا أروع ولا أفضل ولا أجمل كلام جميل جدا وهذا الذي ينبغي بين المؤمنين سك السماعة خمس دقائق رن الهاتف مرة ثانية فرد اختلف الرد هنا تماما سلمكم الله لما رد رفع الجوال هكذا طيب طيب خلاص خلاص قلت لكم خلاص طيب خلاص خلاص إن شاء الله يكون خير يكون خير مع السلامة خلاص أنا مشغول عنه سك السماعة ودخل الجوال لا إله إلا الله يا رجل من اللي كلمك المرة الأولة قال ابو فلان مين اللي كلمك الثانية قال هاه لا يبو عبد الرحمن ماش لا تسأل إلا والله اسأل مين اللي كلمك المرة الثانية يا فلان مين اللي كلمك الثانية قال والله أم العيال تبغى غرب يا الله شف كيف لما لا نعطي كل الذي حق حقه هذه المسكينة الآن إذا كان الكلام معها على هذا النحو كيف تعيش حياتها وهو كيف يعيش هو بنفسه كيف يعيش حياته و هو ولو أنه كان يعطي كل ذي حق حقه أي الأثنين يا أخي أيها الفاضل أي الأثنين أحق بالكلمة الجميلة الطيبة أيهما أمن قال الله عز وجل في شأنه وعاشروهن بالمعروف أمن كان النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم كيف يعطي كل ذي حق حقه يأتيه كما في الحديث الصحيح يأتيه عمر بن العاص فيقول يا رسول الله من أحب الناس إليك بكل قوة وجرأة وشجاعة وثقة يقول صلى الله عليه وسلم عائشة إيش المشكلة عائشة انظر إلى هذه الكلمة أيها الرجل كيف تخرج إلى تلك المرأة فتصل إلى أسماعها فتأتي في قلبها كيف تطيب حياتها بكلمة واحدة أخرجها من يعطي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم لو أننا سلمك الله في مثل هذه المواقف عرف الإنسان كيف يقسم الحقوق ولكننا أحيانا بعض الناس مثلا يحب زوجته كثيرا يحبها لخدمتها له لتعلقها به لأشياء كثيرة يعني يحب الزوجة لما يحب الزوجة مباشرة يبدأ يقصر في حق من؟ في حق أخواته فزوجته معه في الليل والنهر مشترياته لزوجته ذهابه وأيابه مع زوجته كلما أرادت شيئا نفذه اليوم قبل بكرة وعلى هذه الحال جميل هنا أحسن مع زوجتي لكن في المقابل هل أعطى كل ذي حق حقه ليسلم أمام الرب سبحانه وتعالى أبدا تجد أن أخته شقيقته التي صلة رحمها واجبة وسيسأل عن ذلك وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم القاطع وجاء في الحديث في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرحم لما تعلقت بالعرش قال الله عز وجل لها إيهن وماذا تريدين؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة تقول فقال الله عز وجل أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك لك انتهت المسألة انتهت المسألة إذا كان لك أرحمه وسلمك الله أيًا كان لك يعني عمود النسب من الأعلى أب جد جد لك في الأسفل ابن 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 أو بنت ابن لك في الحواشي أيضًا كذلك عندك خال عم عندك أخوال أعمام أبناء عمومة أبناء خولة الأرحام سلمك الله هؤلاء الذين أوجب الله عز وجل صيلة رحمهم والقيام بحقهم فعندئذ لو أن أحدنا قام بوجه بأسرته مع زوجته وأبنائه بل قل ومع والديه ثم نسي أرحامه ما الذي يجري له سلمك الله نعنه من الله سبحان الله قام بحق والديه قام بحق زوجته قام بحق أبنائه وبناته لكنه لم يقم بحق بقية أرحامه عمته ثلاثة أشعر ما يتصل عليها ولا يدري ما بها الخالة ما تدري عنه إلا من وين وين كذا وكذا عندئذ سلمكم الله ما الذي يجري هنا قام ببعض الحق فرط ببعض الحق نزلت لعن عليه نعنه بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله قاطع يخبر أن الله هو الذي يلعن هنا سبحان الله مع أنه أدى كثير من الحقوق لكنه نسي حقوق فما زال عليه هناك سلمك الله من يحاسبه ومن ينزل عليه أنواعا من العذاب أنواعا مما لا يريد هو لنفسه ولا لأهل بيته بسبب أنه فرط في بعض الحقوق ولذا سلمك الله إذا كانت القضية بهذا الشكل وأمثلتها لا تنتهي لا بد أن نعي كيف نؤدي الحقوق بشكل كامل ليست المسألة أن نؤدي حق الرب ونترك مثلا حق الوالدين ولا أن نؤدي حق الوالدين ونترك حق الجيران ولا أن نؤدي حق الوالدين والجيران ونترك حق ولاة الأمر الذين لهم السمع والطاعف المنشط والمكرى ولا أن نؤدي حق ولاة الأمر ونترك حق المجتمع عامة الناس الفقير والمسكين والضعيف وكذا وكذا لا أخي مبارك هذه حقوق كاملة عامة لا بد أن نستعد لنا نوزع الأوقات حتى نستطيع أن نؤدي لكل ذي حق حقه ولذلك سلمكم ربي كيف يمكن هذا؟ لا يمكن بدأ إلا أن نبدأ أولا نعطي أصحاب الحقوق هؤلاء ندون أسماءهم من هم هؤلاء نبدأ نقول والله عندنا حق لفلان فلان 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 نعرفها جيدا ونبدأ نرتب كيف نعطي هؤلاء حقوقهم أعطيك مثال سنمك الله يعني الآن عندك جهاز الجوال يعطيك خدمة اللي هي مسألة المجموعات عندك مجموعات تستطيع أن تضيفها في جهاز جوالك مع الأسماء قائمة الأسماء فعندئذ بكل سهولة إذا اشتريت جهاز جوال أول ما تبدأ به وزع أصحاب الحقوق عندك الذين أسماؤهم الآن ولا شك موجودة في دليل الهاتف لأن هؤلاء يعني من أقربائك أو من جيرانك وأحبابك الذين بينك وبينهم معاملات فدائما ما تكون أرقامهم موجودة في جهاز هاتفك فتعال ابدأ أولا من الذي يجب أن نتصل عليه في كل يوم والله عندنا الوالد عندنا الوالدة عندنا إن كان هناك جد إن كان هناك جد كبير في السن له قدر معين فهؤلاء عندك الزوجة لأولاد تسأل عنهم يوميا هؤلاء في المجموعة الأولى الاتصال اليومي تكتب هكذا اتصال يومي أو يوميا طيب هذا واحد فالآن إيش تفعل خلاص عندك القائمة موجودة تستطيع أن تتذكر بسهولة اليوم ما كلمت الوالد الله يحفظه لا طيب المناسب الآن أتصل له طيب مهو مناسب خلاص أنا أتصل عليه مذكر جيدا بعد ساعة بعد كذا فأبدأ أتصل على الوالد سلام عليكم السلام والله يا أحبتي أعرف من الناس والله أعرف من الناس من الشباب والبنات خصوصا هؤلاء الشباب والبنات يعني في صغار السن ونحو ذلك أو حتى يعني ليسوا من الكبار جدا يعني في الأربعين ونحوها أو لا والله أعرف من الناس من يمكث أكثر من أسبوعين ما اتصل على أمه أو أبي ثم يرجو بعد ذلك رحمة من الله عز وجل تنزل عليه وعلى أسرته وعلى أهل بيته سبحان الله لا إله إلا الله كيف يكون هذا سبوعين كاملين ما تستطيع تضع السماعة بينما هو بنفسه أو تلك البنت أو الفتاة أو المرأة بنفسها تستطيع أن تتصل في كل يوم بلا كلفة وبلا أي مشقة وأحيانا يتصلون لكن على من؟ على الصاحب والزميل واللي بين شغل واحد شغال مع واحد في تجارة آخر بينه زمالة آخر كذا وكذا هذا يتصل عليه يوميا ليش يقول ظروف العمل أنا أحتاجه في كذا وكذا أخرجي أنا وإياه فتجد أنه ما يصبر عن فلان يتصل عليه كل يوم لكن لا إله إلا الله بالنسبة لوالديه يمكث يومين ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ما اتصل عليهما سبحان الله لا إله إلا الله يا أخوان هذه القضية من أخطر ما يكون على الحياة الإنساني بكلها لأن رحمة الله عز وجل هنا موقفة مقطوعة بوعد الله عز وجل لتلك الرحم وأعظم الرحم الوالدان سلمك الله وبارك فيك تعال إلى الجوة رتبت هذا اليوم الأول طيب عندنا اتصال أسبوعي من نتصل عليه لمدة كل أسبوع نتصل عليه مرة في يوم الجمعة والله عندنا العم عندنا العم الخال الخالة عندنا كذا قريب له حق بارز في كل أسبوع يستحق أن يتصل عليه ونحو ذلك فعندئذ انت ضعها في المجموعة الثانية لا اتصال شهري بين حواش الأرحام ابن العم البعيد وهكذا تصنفهم على أنهم المجموعة الثالثة اتصال ترتب أمورك بهذا الشكل أنا أضرب لك مثلا أخي المبارك أحيانا سلمك الله تحتاج في البدء إلى شيء من المجاهدة لكنها مع الوقت تكون عادة يعني مثلا الجيران أحيانا ما نستطيع أن نقدم شيئا لجيراننا المدة طويلة من الزمن مع عظيم ما لهم من الحق ولا حديث في هذا الباب بل حتى في القرآن يعني النصوص في هذه القضية كثيرة جدا اهلاً المترجم للقناة